بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله وإيامنا وإيامكم بذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عدل الله فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه لا يزال الكلام حول كيفية خدمة الإمام عدل الله فرجه الشريف وحان الدور الآن لبيان خدمة الإمام في عصر الغيبة وبعد ذلك إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة سنتطرق إلى خدمة الإمام سلام الله عليه في عصر الظهور هناك أساليب عدة من الممكن للإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون خادماً للإمام المهدي عدل الله فرجه الشريف من الممكن أن يتبع هذه الأمور أو هذه الأنواع أو هذه الأفعال من أهم هذه الأفعال هي نصرة الدين الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون ناصراً للإمام عدل الله فرجه الشريف فمن الممكن أن يكون ناصراً لدين الله أن ينصر دين الله أن ينصر تعاليم الله سبحانه وتعالى وأن ينشر هذا الدين بين الناس فيكون بذلك خادماً للإمام عدل الله فرجه الشريف الخدمة ليست فقط منحصرة بالخدمة المباشرة أو الخدمة المادية لا هذا الدين الذي هو دين الإمام سلام الله عليه وهو دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تكفل الإنسان المؤمن وجعل أوقاته وحياته منذورة لهذا الأمر مخصصة لهذا الأمر كان هو أيضاً خادماً للإمام سلام الله عليه هناك روايات عديدة أشارت إلى هذه الحقيقة وبينت فضل الإنسان الذي ينشر دين الله سبحانه وتعالى يرد الشبهات عن الناس يرد الشبهات عن المؤمنين يرد الشبهات المتعلقة حول وجود الإمام سلام الله عليه هذه كلها من الأمور التي هي تحقق خدمة للإمام سلام الله عليه لاحظوا هناك رواية وردت عن الإمام الجوات سلام الله عليه قال إن من تكفل بأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا هذا الذي يتكفل هؤلاء الأيتام طبعاً التكفل هنا قد يكون المعنى المادي ولكن المعنى المعنوي أعظم وأجلى وأوضح بأن يستنقذ هؤلاء الضعاف الأيتام المنقطعين عن إمامهم لماذا أطلق عليهم من الإمام الجواد الأيتام على اعتبار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة فالأم عليهم السلام هم آباؤنا فالإمام الجواد أشار إلى هذه الحقيقة الذي يستنقذ هؤلاء الأيتام أيتام الشيعة المؤمنين يستنقذهم من أيدي الشياطين من أيدي النواصب يقول فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله على العباد بأفضل المواقع هؤلاء يكون فضلهم كثير أكثر بكثير من الأشخاص العاديين العباد العاديين النازل العاديين بأكثر من فضل السماء على الأرض والأرض والكرسي والحجب كلهم كيف إذا أردنا أن نقارن هذه الأشياء بين السماء وبين الأرض هذا الإنسان الذي ينذر عمره في خدمة الدين في نشر معالم الدين هكذا يكون فضله بين الناس وفضلهم على هذا العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب من السماء إذا أردنا أن نقارن أخفة ضوء لأحدى الكواكب في السماء ونقارنها بالقمر أو البدر في ليلة تمامه وكماله هل هناك مقارنة بين الاثنين لا بالتأكيد هذا فضله عظمته أوضح أجلى نوره أبيا كذلك الإمام الجوال عليه السلام يبين بأن الذي ينذر عمره يفرغ عمره لخدمة الدين لرد الشبهات لكي يحافظ الناس على عقيدتهم هذا يكون فضله كفضل القمر على سائر الكواكب على أدنى كوكب من الكواكب كذلك وردت رواية عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام يسأله عن التفاضل بين رجلين رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل يسأله عن الفضل بين الاثنين الإنسان عادة بطبيعته يبحث عن الكمال يريد أن يعلم أيهما أفضل حتى يسلك نفس المسلك يسلك نفس الطريق هذه الحياة هي فرصة للإنسان هذا العمر لا يتكرر سنين قصيرة قد تعطى للإنسان كفرصة وهذه الفرصة لا تكرر فيريد أن يسأل الإمام الصادق يبنى رسول الله أيهما أفضل هذا الذي يروي أحاديثكم ويثبت عقيدة المؤمنين وينشر معالم الله معالم دين الله سبحانه وتعالى أفضل أو هذا الإنسان المؤمن المتقي الذي يتفرغ للعبادة والتهجد والصلاة والصيام أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد وسنأتي ونبين العلة في ذلك لأمه عليه السلام بيّنوا لماذا العالم الواحد أفضل من ألف عابد الإمام الصادق عليه السلام بيّن هذا الذي يروي الأحاديث أفضل من ألف عابد الذي يعلم الناس معالم دينهم أفضل من ألف عابد فأنت إذا أردت أن تخدم الإمام سلام الله عليه هذه من أحدى أفضل الطرق لخدمة الإمام كما قلنا الخدمة غير منحصرة فقط في الأمور المادية لا أنت إذا نشرت دين الإمام نشرت تعاليم الإمام نشرت ما يحبه الإمام منك أصبحت خادما له كذلك وردت رواية أخرى عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قال قال الحسين بن علي سلام الله عليه من كفل لنا يتيماً قطعته عننا محنتنا باستتارنا يعني في عالم الغيبة في زمن الغيبة فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال الله عز وجل هنا الله سبحانه وتعالى يخاطبه أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك أنت كنت كريماً على هؤلاء الناس أعطيتهم مما تعلم أعطيتهم من علومك فأنا أولى بالكرم منك ماذا يا إلهي ماذا تعطيني؟ يقول الله سبحانه وتعالى له اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف كل حرف علمه ألف ألف قصر يعني مليون قصر وضموا إليه ما يليق بها من سائر النعيم يعني ليست فقط بناء خاوي بناء مجرد لا هذه القصور هي البناء ولكن أعطوها وضموا إليها كل ما يحتاجه من نعم ومن نعيم ومن أشياء حتى يعيش في عيشة كريمة في هذه القصور مليون قصر مع كامل الأثاث وكامل النعم التي يحتاجها الإنسان المؤمن في هذه القصور بكل حرف فحقيقة هذه من الأمور التي تحث المؤمنين ترغب المؤمنين في أن يخصصوا أوقاتهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى في نشر تعاليم دين الله هذه الأمور ليست فقط مختصة بطلبة الحوزة أو طلبة العلوم الدينية وإن كانوا هم أصحاب الاختصاص وهم أولى من غيرهم في هذه الأمور ولكن كل إنسان مؤمن يستطيع عن طريق تعلمه للأحاديث جلوسه في مجالس الحسين سلام الله عليه وتحت منبر سيدي شهداء بالتأكيد هناك لديه خزين من المعلومات خزين من الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الإنسان المؤمن يستطيع عن طريق هذه العلوم أن يعلمها أطفاله يعلم زوجته يعلم أهله في البيت يعلم جيرانه وأصدقائه فهذه المسألة غير منحصرة فقط في طلبة الحوزات أو طلبة العلوم الدينية كل شخص باستطاعته أن يكون داعيا لأهل البيت عليه وسلم ناشرا لتعاليمهم أنا اليوم كشاب لدي مثلا صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي أستطيع في هذه المواقع في هذه الصفحات التي أمتلكها في هذه المواقع التي أمتلكها أن أنشر أحاديث أهل البيت عليه وسلم ولو في اليوم أنشر حديث واحد رواية واحدة هذه الرواية ممكن أن تعلمك أمرا أخلاقيا أمرا شرعيا أمرا عقائديا هذه كلها كل من يقرأ هذا المنشور أو يتعلم هذا الحديث ثوابه يرجع إليك بل حتى بعد وفاتك هذا الحديث هذا المنشور يبقى صدق جاري لك أنت ميت ولكن الحسنات تأتيك في قبرك نتيجة منشور واحد نشرته في هذه الحياة كذلك وردت وردت رواية أخرى عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عننا وعن مشاهدتنا يعني في عالم الغيبة في عصر الغيبة بتعليم ما هو محتاج إليه أما يكون هذا الأمر الذي يحتاجه أمر فقهي أمر أخلاقي أمر اجتماعي لديه مشكلة اجتماعية في أسرته مع أولاده مع زوجته أمر عقائدي لديه شبهة أشد على إبليس من ألف عابد كما بينا في الرواية السابقة التي بيناها الإمام الصادق سلام الله عليه هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا نفس المضمون بيناه ولكن هنا يأتي ويبين العل في ذلك لماذا أنه فقيه واحد عالم واحد أشد على إبليس من ألف عابد قال لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد الله وإمائه وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته فلذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف ألف عابدة هذا الإنسان العابد المتقي الذي يصلي يصوم يأتي بجميع الفرائض يأتي بالمستحبات ما هو همه لماذا يقوم بهذه الأعمال لماذا يقوم بهذه العبادة هل هو محتاج هل هو يقوم بهذه الأعمال لغيره لا يقوم بهذه الأعمال لنفسه لمصلحة نفسه يريد أن يتحصل على ثواب يتحصل على أجر يتحصل على مثوبة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة فهمه نفسه بعكس هذا الفقيه العالم عندما يتعلم علوم أهل البيت ويعلمها للناس ليس يقصد هم نفسه ليست هناك مصلحة شخصية له لا مصلحته وهمه هم الجميع يريد أن يكون الجميع يدخلون في نفس المدخل يدخلون إلى الجنة ينالون رضا الله سبحانه وتعالى فلذلك الإمام الكاظم عليه السلام قال أنه هذا الشخص الفقيه أفضل من ألف عابد العابد ينظر إلى مصلحته الشخصية بينما الفقيه ينظر إلى مصلحة المجموع مصلحة المؤمنين جميعا فإذن يتبين لنا سادة المشاهدين الكرام في هذه الروايات التي ذكرناها وغيرها الكثير من الروايات بأنه من أحدى طرق خدمتك للإمام عزي الله فرجه الشريف إذا أردت أن تكون خادما له كما قال الإمام الصادق عليه السلام ولو أدركته لخدمته أيام حياتي من أحدى أهم الطرق لخدمتك للإمام عزي الله فرجه الشريف في عصر الغيبة هو أن تتعلم علوم الإمام سلام الله عليه علوم أهل البيت وأن تنشرها للناس تعلم الناس هذه العلوم وهذه الجواهر وهذه الدرر التي نقلوها لنا عن الله سبحانه وتعالى وبينوا لنا ما هو الصحيح وأمرونا باتباعه هذه من أفضل أنواع الخدمة للإمام عزي الله فرجه الشريف في عصر الغيبة جعلنا الله وإياكم من المتبعين لتعاليم أهل البيت عليه السلام في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر